لكل من سيارات شيفرولي و SRT جمهورهما الخاص وغالبا ما تسود اجواء المنافسة الشريفة والروح الرياضية بين افراد الفريقين ولكن هذه المرة تطورت الاحداث سريعا بين سفير شيفرولي الكابتن فلاح الجربة وسفير SRT الكابتن عبدالعزيز الفضيلي سبب الفتنة بين الفريقين كان احد متابعي الكابتن فلاح الجربة والذي وضع شعار كورفيت على سيارة دودش شالنجر هلكات كان يمتلكها الجربة حيث يشتهر الكابتن فلاح بانه يكره وضع شعار مختلف عن نوع السيارة ولكن الكابتن فلاح لم يرد وطلب من المتابعين ارسال الصور للكابتن عبدالعزيز وترك له حرية التصرف مع هذا المتابع ولكن رد الكابتن عبدالعزيز كان غريبا من نوعه وبالطبع فلم يترك المتابعون هذا التعليق ليمر مرور الكرام واعتبروا ان تعليق الكابتن عبدالعزيز يحمل اهانة للكورفيت ولانهاء هذه القضية وحسم الخلاف حول السيارة الاقوى قام الكابتن فلاح بتحدي الكابتن عبدالعزيز في سباق تسارع يقام على حلبة الريم الدولية وبالطبع فلم يتردد الكابتن عبدالعزيز في الاستجابة لهذا التحدي وبالفعل اقيم السباق على حلبة الريم الدولية في الرياض حيث تتوفر بيئة امنة بعيدا عن الطرق العامة وتضمن السباق ثلاث جولات الاولى من الصفر والثانية من سرعة خمسين كيلو متر في الساعة والثالثة من سرعة مئة وعشرة كيلو متر في الساعة وفي نهاية المطاف تفوق الكابتن فلاح الجربة بنتيجة اثنين الى واحد حيث تقدم على منافسه في الجولة الاولى والثانية ليفوز في النهاية بهذا التحدي وبعد ان انتهى السباق بما يحمله من روح تنافسية عادت الاجواء الاخوية بين الصديقين المقربين حيث تناول السفيران طعام العشاء مع الاصدقاء ليختتم هذا الفصل من التنافس بروح رياضية عالية لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي